خلال أقل من 24 ساعة تلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفعتين مدويتين تحت سقف الأمم المتحدة بخصوص سياساتها تجاه القضية الفلسطينية الصفعة الأولى تمثلت في فشل واشنطن بتمرير مشروع قرار تقدمت به يقضي بإدانة حركة حماس الفلسطينية متهما إياها بالتحريض على العنف وممارسته عبر إطلاقها الصواريخ على الكيان الصهيوني مشروع القرار الأمريكي انتهى بالفشل بعد أن عجزت واشنطن عن حجد الأصوات اللازمة لتمريره إذ دعمته 87 دولة في حين عرضته 57 وامتنعت 33 دولة عن التصويت لتعود المندوبة الأمريكية نيكي هالي من الجلسة خالية الوفاض بعدما كانت واشنطن تتباهى بالحصول على دعم أوروبي كامل تخيلته كافيا داخل المنظمة الأممية لتمرير مشروعها الذي تجاهل الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وقبل أن تفيق الولايات المتحدة من الصفعة الأولى جاءتها الثانية بأغلبية دولية ساحقة فالمندوبة الإيرلندية الدائمة لدى الأمم المتحدة جيرالدين بير ناسون تقدمت بمشروع قرار يدعو إلى إقامة سلام دائم وشامل وعادل في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار رقم 2334 المطالب بوقف الاستيطان وانهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المشروع الإيرلندي حصل على موافقة 156 دولة مقابل اعتراض ست دول فقط وامتناع 12 دولة عن التصويت ليكون بمثابة استفتاء دولي لتقييم سياسات ترامب إزاء القضية الفلسطينية لا سيما بعد قراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة التي أعلنها بقرار منفرد عاصمة أبدية للكيان الصهيوني وبالنظر إلى ذلك فإن الجهات الفلسطينية التي رحبت جميعها بهذه الوقفة الإيجابية من جانب المجتمع الدولي عليها استثمار هذا الزخم لممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال وداعميه من أجل وضع حد لممارساته القمعية ضد الفلسطينيين لا سيما حصاره الظالم الذي يفرضه على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنين ترجمة نانسي قنقر